نعم بالفعل فاطمة كما ذكرت ما زال هناك أمل بانتشال أحياء من تحت الأنقاض وما زالت عمليات الإنقاض ورفع الأنقاض مستمرة حتى هذه اللحظة كما ذكرت نحن في كهرمان مرعش يعني مركز الزلزال في جنوب البلاد وهي متضررة جدا وبلدة منكوبة وتعاني جدا نتيجة هذا الزلزال وكما تشاهدين خلفي من الصورة سندع الكاميرا تريكم المشاهد في هذا الحي كم حجم الدمار الهائل الذي لحق بهذا الحي نتيجة الزلزال وما زال عمال الإنقاض كما تشاهدين بالصورة يحاولون الوصول إلى عالقين تحت الأنقاض سمعنا من شهود عيان هنا أن هناك ناجين في هذه المناطق حيث يعملون الآن تحت هذه الأنقاض وما زالت الأمال موجودة بوجود ناجين ما زال هناك أشخاص يخرجون على قيد الحياة بعد أكثر من عشرين ساعة تم إنقاضهم وتتواصل هذه العمليات حتى هذه اللحظة رغم تضاء الفرص النجاة بعد مرور ستة أيام فاطمة من الزلزال الذي ضرب هذه البلاد طبعا هذه بلدة منكوبة هذه الأحياء التي تشاهدينها بالصورة الآن لا يوجد فيها أي أحد من السكان تم إخلاء وإجلاء سكان هذه المدينة بسبب الزلزال الذي ضربها وبسبب خطورة العودة إلى هذه المنازل وأيضا لا توجد مظاهر للحياة أصلا هنا بسبب هذا الدمار الكامل طبعا الكهرباء مقطوعة عن هذه المنطقة والمياه مقطوعة عن هذه المنطقة وما زال العمل مستمر حتى هذه اللحظة ولكي أن تتخيل حجم الأطنان فاطمة في منطقة كهرمان مرعش وحجم الجهد المبذول من فرق الإنقاذ